اتفقت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبيك في العاصمة النمسوية فيينا اليوم على تمديد تغفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر أخرى لتنتهي في أذار من عام 2018 وكان وزير النفط جبار العيبي أعلن قبل الاجتماع أن قرار تمديد خفض المعروض الحالي الذي تقوده أوبيك لتسعة أشهر هو الخيار الأمثل لاستعادة التوازن لسوق النفط الدولي وفقا لوكالة رويترز وكانت أسعار خام نفط برينت شهدت انخفاضا قليلا قبل الاجتماع ثم تعافت لتستقر عند 53 دولار للبرميل